اعترافات موسماني وكلام تاني بيتس موسماني الجنوب الافريقي واحد من نجوم التدريب في القرى السمراء النادي الاهلي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب كان صاحب قرار جريء ومختلف وغير مسبوق انه يجيب مدرب من الجنوب الى الشمال لم يفعلها الا الاهلي لما ريني فيلر السويسري رحل فجأة كانت الخطوة او القرار اللي البعض شافوا انه فيه مغامرة لكن كان واضح جدا انه فلسفته انه الفريق في خضم البطولة الافريقية داخل علاماتش مهم جدا تقريبا مع الوداد المغربي فعايز تجيب حد عنده هذه الخلفية الكاملة عن البطولة الافريقية ودور الابطال وهو كان عامل نتائج كبيرة مع ساندونس فخابر دور الابطال كويس نجاح موسيماني في البطولة الافريقية نجاح كبير جدا لكن هو بنفسه بعد الموسم الثاني اثر السلامة وطلب الرحيل انتقل طبعا بعدها للعمل بعد ما ريح في الدور السعودي في الدرجة الثانية مع اهل جده اه وحاليا انتقل للوحدة الاماراتي وهو موجود في الاماراتة باشموندس كان ضيفا على يعقوب السعدي في قناة ابو ظبي الكلام فيه كتير عن علاقته بالنادي الاهلي جزء منه بيشكر فبنشكره عليه وجزء بيقول كلام يتعلق عليه سعيد انت مع هالتجربة اللي قضيتها مع الاهلي واللي حققته مع الاهلي اعجابة 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 70 مليون الناس الذين يمتعون في القناة جدا 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 علي مالول ولي سليمان سيناوي عندما بيزم طور جدا جدا المنطقة جدا عليم كنا تعيقاش وال pricing و challenge ان يخبرنا خطأ لاح boiler وأنا اريد ش Purdue وأنا بعمل أسفي اعجابة من شعر لأنهم لديهم Runway وأنا لمأتنا وأنا اعجابة لما بمجادئ قبل شرر lle وأنا ولم فعل لذلك، يجب أن يكون لديك هذا المنزل مع المساعدة. عندما يكون كل شيء صحيح، سيكون كل شيء صحيح. ما فيه طبعاً، وهو كان يعني بيترجم ده في كل تصرفاته. لذلك، اللي جاي بعد كده هو اللي خليك تتحرك. يعني هو بيعتبر إن الأهلي أكبر تجربة في مساره المهني. لسه أنا ما سمعتاش في الجزئية دي. لا، هو بدأ بها. قالك الأهلي أكبر تجربة في حياة الشخصية. هو الساعد هو اللي قاله تعتبر الأهلي أكبر تجربة في مسارك. فهو يعني أكد عليه. فأكد عليه، أكد عليه، أكد عليه. وهو مؤكد إنه تجربة مؤسرة في حياته. قالك 70 مليون مشجع. مش بس 70 مليون يا أستاذ فراهيم. النهاردة تجربته مع الأهلي إلي وديته السعودية. وهي إلي وديته الإمارات. يعني لا، هي عاملة في حياته مرحلة انتقال. مناصة من مناصات الانطلاق. يعني هو جه نفسه ما كانش مساد أنه جاي النادي الأهلي. وبعدين ما حقاقه من النجاحات مع النادي الأهلي. وخصوصا في بدايته كان مبهر جدا. إلي أن وصلنا للسنة الثانية بعد التجديد. عايز أسمع بقى هو. أنت هتعرض له حاجة تانية. نشوفه إزاي قيمه. ما نشوفه. شو كانت تجربتك مع الأهلي كيف تقيمها كابتن؟ بما أنك تتكلم الحين عن الأهلي. كيف كانت تجربتك وتقييمك لتجربتك مع الأهلي؟ كيف كانت؟ متعرض لديه حاجة في الأهلي كابتن. هم شخصي أردتك مع أجانبات. هم شخصي أردتك مع أجانبات من جانبات. تلك coolestوالجاتي من صافة الله تبراك نحنًا ومس وقالبطا 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 ومجبيباني ومزهل ه أمني من أجيبباني ومقدمهم وما كنت يشعر بعد المعات الموادعين ما هوowitzامل ومن ثقافي كان مع أفضل خطيب بيبو كيف كانت علاقتك معك؟ هو تؤمن فيني وقرأ فيني وكل ما فعلنا فعلنا معه هذا التحديد كانت جداً ويقوم بمثالة مجتمعين أيضاً مجتمعين ما مجتمعين؟ لأنه أفضل خطيب فتحين مجتمعين ما أيضا يطبق الشتور هو أن يتعلم بأنه ليس على نفس الناس حيث دائماянنامنا كان لدينا قه siebie مثل جديد من الدعم من الفرقين temperat، هل هي جديد من من الفرقين؟ لقد كان جديد في بلعامل وبالطبع، الدعم من المجرمات لنأتي من المجرمات مقاربات موجودة إلى المجرمات لنأتي ودعم المجرمات أتوقف عن مجموعة من النقاط هنا تحدث علينا شركاء النجاح اللي احتضنوه وساعدوه جدا واعتبروه واحد منهم وكان شايفي ان تجربته انه يروح يتعاشى معاهم ويتغدى معاهم يعني مقدرة جدا واضح ان الراجل ده عاطفي واضح انه بتأثر جدا بتعليقات الناس لانه راح عيل في النص ايه لكن في ناس ثانية انت هو يذكر سيد عب حفيز وسامي امصار سيد عب حفيز وسامي امصار لكن يروح عيل في النص ايه ولكن في ناس ثانية مستكترين علي يقولك مين اللي جاي من جنوب افريقيا يمرر اكبر نادي في افريقيا ده اذا هو كان من النوع اللي بتأثر بالكلمة وبالمعاملة ودي تفسر لك اللي جاي في علاقته بالنادي الآن لانه كان مصوط من مدير الكرة كان مصوط من المدارب المساعد اعتبروني واحد منهم وكأنني مصري واتعملت وكان الكابتن الخطيب وهو لاعب وبيفهمه ودي الكابتن الخطيب الحق في ان يقول ما يقول في كرة القدم فكان مقتنع بي جدا لدرجة ان كان شايفني دي يعني احنا بنعملها سيستم القالة كده انك تسأل الكوتش عايز مين فكان بيعتبرنا حاجة شخصية تخصه كان بيسألني نجيب مين في اللعيبة ودي فاردوسي ومساحتي اللعيبة الافارقة ومجالي فجبنا بيرسي تاو وجبناه من دور الانجليزي مش من جنوب افريقيا هو طبعا بيقول تاو النهاردة لانه النهاردة تاو هو شافه احسن لاعب وشافه علاقة الجماهير بيعمل ازاي لكن ما جابش سيرة مكسوني مسلا انا ليه بقول كده لان طبيعي يا مستر موسيماني انك معيار التقييم حيبا كده مفيش مية في المية معاك ازاي انت تتأثر هذا التأثر لدرجة انك انت معتبر الحاجات البديهية في الادارة اللي عملها الاهلي معاك دي كانت حاجات عظيمة والحاجات البديهية اللي عملها منتقديك معاك دي كانت حاجات ما قدرتش تتحمل تب ما تخليني افتح خوص هنا بره بره المزاية دي هل لما يكون هو سعيد جدا بانه الكابت الخطيب كان بيهتم جدا انه يسأله نجيب مين من اللعيبة وهو شايف ان ده جزء من اكرام الكابتن الخطيب له وتقديره ليه سيخته فيه رغم انه هي المفترض انه ده سيستم الاهل الطبيعي بس كمان لما حطت الجملة دي من بيتش مو سيماني جنب جملة مارسل كولر لما قال ان انا قال حتى للصحف السويسرية وجدت في القاهرة سلطات المدير الفني اوسع وان انا بقول رأي في كل حاجة او القرار قراري في كل شيء هل فكرة استخدام لعبين الواضح عند المدربين الاجانب ان المسألة لا تخص هو الوحده بره اه لا بره في المدير الرياضي انت بتقول له المراكز بتاعتك هو بيرشح لكم مجلس ادارة بيشوف قدراته لكن مؤكد المدرب بيبقى له رأي بس ما هواش الرأي القاطع والوحيد اعكسه مش الرأي القاطع والوحيد بس الفيتو عنده يعني لو قال لا انا مش على المدرب اللاعب ده مش حدش حقدر يفرض على على اي مدرب في العالم اللاعب لكن انت في النادي الاهلي هو المزيج الساحر ده من صلاحيات المدير الفني اللي الادارة بتمنحها له وتحترف له بيها وكمان ثقة المدير الفني يعني جوسيه الموضوع ما كان جوسيه بيقولك باستمرار انا عايز ده هو الاول بيبتدي انا عايز دعم في البكري ممكن لو هو شاف حد اختنع به بيشفط فيه عايز افلينو عايز افلينو عايز اول ما جاه قلنا له ده احنا كنا من الشنين على جيل بيرتو لان ده الزغير وده اللي جاي وده اللي واخد افضل لاعب في التقييم وقول له السكر بتقول عليه النجم القادم و قال لا عايز قلت له خلاص نجيبلك الاتنين قال لو جبت الاتنين جيبهم لو جبت واحد عايز افلينو هنا بقى لما انت تيجي تقول احنا جبنا الاتنين مين اللي استمر ومين اللي ما استمرش بعد اول موسم جيل بيرتو هل دي ليه علاقة بانك انت تقول لا ما يصح تسيب الموضوع للمدير الفني لوحده ولا ان الرؤية انا انا بشوف ايجادية اوقع يعني لا لا يجب لا يجب ما ينفعش كده وما ينفعش كده ما ينفعش يبقى الفيتو المطلق وما ينفعش كمان ينزع الحق المطلق انك انت ما ترايحوش يعني متفردش عليه حد لابد مرة يتوفق لكن احنا حلناه ازاي انا عايز ماكي نجيب ماكي عايز كستيلو نجيب كستيلو عايز بينيو نجيب بينيو كلها ايه تجارب ستة شهر تحت التجربة عشان ما نكررش ان احنا نلبس في لعيب ما نعرفش نخلص منه ولا بغرامات زي افلينو افلينو بيعناه مش احسن حاجة عوضوا نجاح جيل بيرتو الموبر وبيع فلافيو العالي بعد كده لا ده فلافيو ده دي صفقة الوحدية دي الوحدية تعتبر بتلقص نموذج الصفقات المربحة الفنية والمالية والجماهرية دي فليكس يقرم من نموذج فليكس فانت بعد كده طيب ما تسمنا مستر ما نقول نرشح لك بقى احنا فسابنا الراجل رشحنا له فلافيو هي لمعت في دماغه زي قلت ما كانتش قال هو ممكن يجي فلافيو تعال نجرب طالعبنا فلافيو من واحنا في قط الكورة كان احمد عبدو رشح ها ما قلت له ها قلت له خلي احمد عبدو تكلم انجولا ها فلافيو موجود افلا تحبوا نيجي نتفاوض عليه ممكن بعد 48 ساعة كنت انا واحمد عبدو النادي لما جاي فلافيو فلافيو كان لعيب فنيا مقنع لكن ما كانش موافق في الفرحات الاولانية وبعد كده انفجرت موهبته واصبح اهم فرود اجداب يدخل النادي الان طيب دي بتقولك ايه ان هنا النموذج كان عبارة عن ايه فيه تلاقي اهو فيه تلاقي لكن انت لما جيت قلت له لا انا حاجب لك فلان الفلان ايه انا مش عايزه حياخذي العاده مش عاليعبه مش هينجح معاه فا انت برضو لما يبقى يعني لجنة الكورة فيها خبرات زي كابتن صالح وكابتن حسن وكابتن الخطيب وكابتن طريق سليم ويخش عليها الكابتن سانع الحفيز وكابتن حسام البدري ما كان مدير الكورة مدير الكورة معاه ومدرب وقام باعمال مدير الكورة لا يعني بتبقى مع النادي الاهلي النموذج ده بينجح جدا جدا لما الناس ساسق ببعضها كولر شوية شوية يعني مستحوز برضى النادي الاهلي على حتة القرار الفني لكن كمان بيقبل تترشح له يعني لما اترشح له آآ畑 سليم رغمين تركيزه الكامل كان عافلين رأيك شعر لسه مش لاقي ضلطه قلنا له واخت dizendo ده اللي نجحه أستاذ زفرايا لكن فكرة انه الرأي المطلق للمدرب لوحده ما هو افرد انك الرأي المطلق مدرب لوحده وانت قناحتك مش كده او حيحملك أعباء ما تدرش ويجي المدرب يمشي بعد كم شهر زي ما حصل مع موسماني ده حصل في التقلات يعني موسماني وفايلر فايلر كان عندك أزاره قطعها بأزاره وجباجي مشي أزاره نضمن عليه جيمو سماني أطاعها بباجي وجبها ميكسوني وبعدين جب تاو مشي تاو نجح وبعدين وقف وبعدين رجع نجح بس بس ميكسوني ما نجحش فنضمنين احنا النهاردة النهاردة كولر كان شاف باجي كان مسك فيه هو كولر عايز باجي عايز النموذج ده السريع القوي اللي يقدر يبني عليه ويكون قادر على أحراز الأهداف باجي كان ستايله مفاركش مش حلو لكن كان العيب خطر جدا وكان يدبني عليه خطط وكان في الدربات الهيد هايل جدا ممي فأعتقد هو ده النموذج اللي لو كان موجود النهاردة مع كولر كان مبسط موسيماني غلى على باجي لا ما هو طبعا فيه مشكلة بينهم قديمة ما درش يتعب فيه مشكلة لما كان قاله باجي مع الآله هو كان مدرب ساندونز في التعادل عنده العاطفة أكتر أكتر من الاحترافية بدليل كهربا يعني هو إذا كهربا لحد كهربا ما غلت معاه مرة اختفى خرج من حساباته خرج من حساباته هو ما بيقدرش يعني يخرج من المود ده من المود العاطفي بتاعه ده فرأيه صار فيما يخص علاقته بالناس يعني يحبك يكراك لكن موسيماء جوسي كان عنده حطة الحب وكور بس كان محترف نتعامل باحترافية طيب هل الأهل اضطردك مستر بيتسو ولا لا وإيه السبب اللي انت مشيت يعقوب الساعدة سأل مستر بيتسو موسيماني نشوف رده ما عندنا ثقافة الاستقرار مع الأجهزة الفنية مش في الامارات بس في الوطن العربي كله well I have come to the Arabic world and I started with Al-Akhli and you are right there's no patience when I came to Al-Akhli in in Egypt the only coach that started that stayed for long was Emmanuel Jussé and I was the second longest second longest coach to stay that long you got to understand so and I did two years so you have to understand that also I did not have a history of keeping the coaches because because nobody's patient but if you want Pep Guardiola to win the Champions League it took him five years to win the Champions League I'm not saying that I need five years to win the dowry no my history is not like that I've won trophies in a very short space of time in Saudi in Al-Akhli in Cairo in a very short space of time but also with Mammuluri sundowns why in football in the Arabic space you don't wait why if you don't have patience you must know that you're going to keep doing like this changing changing if you don't have patience in the family you're the one who left the team you're the one who left the team yes no they didn't fire me I just told you the reasons yes my life is important today I'm sitting with you if I have stress related diseases and all that I would not be sitting with you so I have my children I have my family I can come back to football inshallah maybe we will go one day back to Al-Akhli you never know one day maybe you never know but your relationship is consistent with them as the Egyptians here who are in the studio now they will tell you we had a big success it's big success my love but sometimes you must leave the things that you love you know it's life صح الحياة الفقرة دي مليئة بالتناقضات يعني السؤال ليه الأندية العربية ما تصبرش فقال أنا قدت مع الأهلي سنتين وكان أطول واحد من وجسيه قده مع النادي الأهلي فأنا مستغرب انتوا ليه مش بتصبره عدم الصبر هو ابتدى يقول يوسف السعدي وكأن يعقوب السعدي إن أنا يعني ليه ما بتصبروش فقال له بس الأهلي ما بتشكش قال له لا الأهلي ما تردنيش بس أنا مشيت لإني ما أقدرش أستحمل أستحمل وكان أنا عشان صحتي وعشان أولادي وعشان أقدر أعد معاك دلوقتي وأنا ما عنديش أمراض نفسية هو مين اللي ضغط عليك ومين اللي مشات يعني مين اللي ما كانش عنده صبر هنا أنت أنت اللي ما صبرتش أنت فما ما تقولش الأهلي يعني ما كانش عنده صبر معايا كنت أتمنى يكون عنده صبر وكنت أتمنى مش عارف إيه أنت مشكلة بص أنت لو تفاكر يوم ما تقابلنا في دبي آه قالك ما يفاظر قال لي ما يفاظر فأنا قلت له لو أنت بتعتبرني الفاظر خد الكلمتين وأنا كنت صادق معاك تعالى أقول لك يا حبيب قلت له أنا مش عايزك تهتم برأيي الناس قوي لإنها هتتلخبط الناس هتحبك طبما أنت بتكسب مع أول خسارة هيتدو أعديها هترجع تكسب تاني لإن معاك فرقة كويسة وإنت مدرب كويس وده يعني عكس على فكرة عليك في المؤتمرات أنت بتجاب على سئلة مش مفروض تجاب عليها يعني أنت مش مفروض تنساقنك تبقى عصبي وتضطر وترد وتطول في مجادلة وتخش في مجادلة دايقك هي دي البداية إنه إدى وإدنه في ناس كانت بتروح عشان تدايقه هو اللي وصل نفسه إنه مايبقاش صبور مش الأهلي الأهلي الأخير وقت هو اللي راح قاعد في المغرب ومرجعش مع الفرقة وعنده دوري ضيع الدوري بالعشرين يوم اللي مجالش ممرنش الفرقة فيهم ضع فيهم الدوري لإن الفرقة مش جاهزة أو بعد إما رجع ماكملش سابنا ومش يعني فالحطة دي متناخدة جدا عنده وما جاوبش عليها وقال لك يمكن أرجع فيهم بالأيام بس وأحيانا لأنه مش لاقي حاجة يقولها أحيانا أنت تضطر تسيب الحاجة اللي بتحبها إيه واجه اللي اضطرها الجمهور الناس اللي بتحبها هو أنا تخيلي كده حتى من كلامه هو ماستحملش الضغط بتاع الأحلي الضغط مخاوب هو نفسه كان بيقول هو أنتو عايزة تكسبه كل حاجة يقولك مش لازم الدوري أه يعني لا هي شايف أفريقيا كل حاجة فخلاص مش لازم الدوري المدة ما بيشتغلش شهور طويلة يعني لحد ما راح أهل جادة وفي بدايته معه لجادة ما كانش موفق والعلاقة ما انتهتش بالشكل اللي يرضيه بدليل إنه راح يشتكي بره يطلب بفلوس أيوة يعني فأنت تجربتك مع الآلي لا تستحمل إلا التقدير يا طبعا من جانبك للنادي الآلي طبعا النادي الآلي ما مشاكش انت اللي مشيت وحطتنا في موقف ومغزر وكابت القطيب حكى ده بوضوح يعني تعال لك جالنا من المطار كان هو والأستاذ ياسين منصور قال لك جالي أنا والأستاذ ياسين مباشرة وقال لنا إن أنا همشي لدرجة إنهم قالوا له طب خد فرصة ورد علينا بكرة ونأمل إن أنت تكمل معنا تاني يوم قال لك لا أي كانت مش هقدر طب يوم يقولون أنت ليه ما عندكوش صبر ها هو هو لا ما استحملش الضغط ها دي التناقض اللي أنا بيقول لك الحتة الأخرانية دي ودي تعطينا أمام مدرب واضح من كل تصرفاته إن عاطفته بتجريفه برضو ثقافته ثقافة أفريقية برضو يعني غير الأوروبيين ليه ما فيه أفارقة بيوبه فيه مصلابة لا هو لا الجزئية الجزئية اللي هو حاسس من جواه إنه الناس مستكتراها عليها ما هو أنت عشان إنت رايح سايب التمانية اللي بيثقفوا لك وراح للاتنين اللي يقول لك إنت مين إنت عشان تمر الآن ما تخليك مع الثمانية وسيب الأيام هترد على اتنين إنت لو كسبت يعني لو هو يعني كان اشتغل عشان يكسب الدور كان عاخد الدور لأنه هو بيعرف اشتغل الراجل ده زكي وعنده كورة ونقيبه في الحاجات الكبيرة يقدر يواجهها فلو حط الترجة ده في دماغه لكن هو كان مستكفي لأنه هو هو ثقافته نقول لك يعني تكسب كل حاجة اللي اشتغلوا معا بيقولولي تاكتيكيا هو صنايعي أيوه صنايعي يعني لا وده كان الكابت السايد يقول كده بس كان يشتكي منه في حاجات كتير أن الشغل البدني واقع جدا ويريح ويدي الناس أجازة ويدي أجازات طويلة وبيعمل حاجات بتخليك تقول أنه رامي طبط الدوري ما اشتغلش عليها فهو ما قدرش يفهم يعني إيه النادي الأهلي مش عايز يخسر الدور ولا هو ولا أي بطولة يدخل وكانت سهل لأنك تكسبها جدا ايو ايو لو اشتغلت عادي بدون ضغوط خالص كنت هتكسب الدوري ده ايو فهو ما ينفعش يشتغل في أندية جماهيرية تقيلة ايو يعني ايو كان أندية اللي هي معلاش ضغوط جماهيرية كانت هتنازمه جدا جدا طيب انطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم